اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من خلال المناقشات اللي حصلت بنا داخل المكان استفدنا عرفنا اين المشاكل اللي ممكن تكون الاندية بيتعرضوا ليها وكلامنا مع كيان كبير زي النادي الاهلي خلانا نحس بقى اكتر يعني ممكن نكون كنا مش متخيلين لما لفنا على الاندية كلها راصدين مشاكل ممكن نكون متوقعينها لكن لما دخلنا النادي الاهلي وعرفنا الرؤية ووجهة نظرهم بعض ملاحظاتهم واقتراحتهم في التطوير والتعديل وكده لا يعني استفدنا اكيد في الزيارة اكتر ما احنا كمان كنا دخلين بالخطة يعني اللي احنا كنا دخلين بيها احنا مين لي جايين ببرنامج كامل عن زي تطوير اللعبة في مصر لعبة كرة السلاء احنا اوانا من وجهة ناظر ان شاف ان الباسكت في مصر محتاج ان هو الفترة الجاية نزود عدد ممارسي اللعبة ننشر اللعبة اكتر ومنلي في مراتي زي الصعيد والاقاليم وبحري عدد ممارسي اللعبة بيقل مش بيزيد محتاجين ان احنا نزود ننمي الموارد اكتر محتاجين ان احنا يبقى عندنا زي خطة يعني لمدة من خمس لعشر سنين لكيفية ان احنا تبقى مصر يعني زي ما هي النهاردة حققت نتائج كويسة جدا او مبهرة في كرة اليد لازم تحقق زي كده واحسن في كرة السلاء وخصوصا احنا كنا يعني من فترات سابقة كنا نتائجنا كنت احسن وكنا نعتبر احنا احسن ناس في قارة افريقيا تسايدناها يعني الفترات طويلة كلمنا في نقطة مهمة جدا كابتن محمود حط يعني الحاجات اللي كان تساؤلات كتير كان بيسأل عنها قدر ان هو يحطها ورصادها بطريقة منظمة جدا والحمد لله يعني كان فيه تقارف في وجهات النظر من ناحية الحاجات المفروض تتعامل الفترة اللي جاية وكان اجتماع مصر مصمر جدا الحقيقة وتعلمنا من كابتن محمود طبعا زي العادة يعني حاجات كتير وكان اجتماع جميلة